أجمل ورد بيفتح في جنين مصر بيطمننا كده على مستقبل بلدنا زي ما شوفنا مع حضراتكم في التقرير إزاي الموهبة الصغيرة في مجالات الفنون والأدب والغناء والابتكار من كافة محافظات مصر تم تكريمهم من بارح بعد فوزهم بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس الحقيقة المواهب دي بتقول لنا إن قد إيه مصر ولادة وغنية جدا بمواهبها ومبدعها خلينا نحتفل النهاردة بنجمنا رقاية عمر الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرع القصة وأدهم الجمال الفائز بالجائزة في فرع الشعر أهلا وسهلا حتدي برقاية أهلا وسهلا بيك يا رقاية نوارة الدنيا أهلا بيك يا أدهم أهلا بحضرتك إيه الحلاوة والشطارة والجمال اللي انتوا في ده منوارين والله مبروك بنورك نبتدي معاك يا أدهم قولي أنت فرع الشعر بس أنت مش بس بتقول شعر أنا أنا فرع الشعر لكني مش شعر بس لكن أنا كاتب وشاعر ممثل مغني منقابلني بموتر بالنوبة والكينج التاني ودكتور وحصل على الماجستير مهني مصغر دكتورة فخرية من أكاديمية انطلاقها للبحث والعلومة الإدارية والبحث العلمي ما شاء الله ما شاء الله واحدة بقى من الدكتور إبراهيم الفقي أخوه الدكتور سيد الفقي أهلا بيك وينت يا رقاية؟ أنا حاصلة على المركز الثالث الجمهوري بمنصبات المشروع الوطني للقراءة المسم الثاني والحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في فرع كتابة القصة القصيرة في المبدع الصغير ما شاء الله والله يحميكم يا رب يعني غلاء وشاعر وقصة قصيرة وفنون ما شاء الله أنت مبدئين كبار بالصغيرين يعني حاجة كده عظيمة جدا هبتدي معاك بقى كده أدهم وتكلمنا وتقول للناس إيه بقى قصة جايزة المبدع الصغير بتديتت إزاي قدمت إزاي وتحديدا ليه اخترت الشعر مدام أنت بتقول لنا بتغني وبتكتب قصة وبتعمل لحاجات كدنا كتير شمعنا اخترت الشعر؟ شمعنا اخترت الشعر لأن أنا دي أول حاجة بدأت فيها عشان أنا كنت قاعد لوحدي أنا وبابايا كنا بنقلب على وسائل التواصل الاجتماعي زي الإخواتي وأحبابي تمام فلقيت الخالي عبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليه وهو مسأل الأعلى طبعا وأتمنى أكون زيه هو يعتبر هو اللي مكتشف موهبتي لكني أول ما شفته حبيته وبابا قال لي حفظله وحفظته كصيدة يمنى محدش أصلا يعرف يحفظ للخالي عبد الرحمن الأبنودي يقول المتنبي أنا الحمد لله أي حاجة بحبها بعملها والحمد لله هفظت المتنبي كمان بحفظ المتنبي والصلاح جاهين الله أكبر ما شاء الله عليك وعمل كتاب اسمه أمي محقق أكتر مبايع في معرض الكهيرات الدولي والحمد لله هزم فضل ربي ودعوات محبين إلي وإن شاء الله في دي وانين بيتطبعوا بإذن الله دارنا بدق قمة لسانة وليد عاطف طيب أنت عندك كم سنة الأول وفي سنة كان في المدرسة؟ عندي عشر سنين وفي سنة ستة ابتدائي إن شاء الله يا ربنا يا حمي وليلي بقى يا رقي الأول عندك كم سنة؟ أنا عندي عشر سنين وفي سنة كم؟ أنا مفروض أن أدخل سنة ربعة بإذن الله إن شاء الله طيب دي مش أول مسابقة تدخليها حكيلي بقى تفاصيل دخولك في المسابقة أنا من زمان والحمد لله بفضل الله مدرسيني وأسرتي دائما أنهم بيحاولوا أنهم يكتشفوا مواهبي أو أنهم يتواروها ويساعدوني أن أنا أنامي منها وكثير منهم كانوا بيحاولون أنهم يساعدوني بأن أنا أكتشف مواهبي وأكتشف قدراتي ففي مدرسة عرضت علي أستاذ زرانيا من ربنا يبالك لها عرضت على ماما مسابقة المبدع الصغير جهزة دولة المبدع الصغير فرق القصة القصيرة بما أني ساعد بألف يعني أنا بدايتي في الكتابة كانت خاطر يوم يوميات بموقف حصل لي عجبني أو زالت منه فدي كان بدايتي طبعا أهلي كانوا عايزين أنهما يناموا مني موهبة الكتابة بأيان كان فعرضت علي أستاذ رانيا بمسابقة جهزة الدولة للمبدع الصغير وبفضل الله شتركت عبر الموقع الأكتروني وبفضل اللي حصلت على المركز الأول طبعا كان الموضوع كفرحة كبيرة بجال أنه ساعت لما شركت في المشروع الوطني للقراءة أنا الحمد لله كان بفضل الله أصغر طفلة تتساعد لتصفيات الجمهورية إن شاء الله كفاء عملوا لي فيديو أنا فاكرة أن الفيديو ده أنا كنت بقول حلمي في المستقبل إن أنا أكون كاتبة وكل الأطفال يقرأوا كتبين فطبعا لما لقيت فرصة لي إن أنا أبقى كاتبة وأنت أكيد إن أنا لازم أشترك عايزين بقى نتكلم نعرف إيه شاركت وإيه القصة اللي إنت شاركت بيها وأدهم كمان الأصيدة اللي إنت تقدمت بيها في المسابقة مسابقة المبدع الصغير وبعدين إنت شعر شعر كبير أدهم الجمال حتى اسم كده فيه وزن وفيه مصيحة أبني كبير بحضراتكم طبعا وقلت لي اسمك كبير قوي إنك إنت لسه عاشر سنين وبتحفظ للمتنبي والأبنودي وصلاح جهين لو حاببي لأنا هسمعك آه الأصير بقى اللي كسبت بيها ولا تسمعنا حاجة تانية هسمع مثلا المتنبي أو صلاح جهين أو الخيل الراحل عبد الرحمن الأبنودي نسمع يا السلام من حضراتكم بقى نحب نسمع لي مين المتنبي صلاح جهين تقول لنا حتى بيت شعر مثلا من المتنبي وبيت شعر من الأبنودي يقال أن المتنبي لم يقل قسيرا في الغذر فحين قال قال فقال لسيف يفعل بما أنت فاعلة ولا لقاء عدو مصل لقياك لو بات سهما من الأعداء في كبدي ما نال مني ما نالته عينك يا سلام ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك تقول لنا بالعمية تمام نقول الحاجة للخيل الراحل عبد الرحمن الأبنودي يامنا والقط عميته يامنا وهو والقط طبع والله شبت يا عبد الرحمن عجازت يا واب مسرع متوكيف قادي اللي يعجز في بلاده وغير اللي يعجز ضيفها أهلا كوك الله شفتك مرة في التلفزيون ومره وروني صورتك في الجرلان قلت كبر عبد الرحمن على كده أنا مت بقالي ميت حول والله خايفة يا ولادي القعدة للطول مات الشيخ محمود ومات طماطمة بقنديل وإدباع قرمة بغبال وأنا لسه حيا وباي ناحية لسه كمان وكمان عشتي كتير عشت لحد ما شفتك عجازت يا عبد الرحمن وقالوا لي قال خلافت وانت عجوز خلافت يا أخوي وبنات أما كنت بتعمل اي طلط العمر اللي فات دلوقتي ما فوقت وجابهم تعمل بيهم ايه على كلن أهي ريحة من ريحتك على الأرض يونسوا بعض ماشي يا عبد الرحمن أهو عشت وطنة منك بص وشم دلوقت بص وفكرت في يامنا وقلت يا عم حبيبي انت يا عبد الرحمن والله حبيبي بتتحب على جد ما سرجعك الغربة لكن ليه الجلب مزي أولادي الله سيونة زوان حبيبي انت والله يا عبد الرحمن شكرا لكل المشاهدين وشكرا لحسن استمعكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك وللنا بقى يا رقاية الفكرة كانت ايه بتاعة القصة اللي انت كتبتيها واللي فوزتك هو في الحقيقة أنا كتبت ثلاث قصص واحدة اسمها عظيمة يا مصر هي بتتكلم عن حرب اكتوبر اللي حفكة بتاعتها بتبقى عن برنوتة اسمها ريم رجع من المدلسة مبسوطة لانها احتفلت بحرب اكتوبر فبترجع مع جدتها عظيمة بتعب معاها وبتحكي لها اللي حصل وهم على الغدا وبتبقى فخورة لان جدها كان شهيد في حرب اكتوبر وخاصة كان عامل في سلاح المهندسين طبعا كان اخوها صغير عمر متفاجئ انت زي مبسوطة انه هو شهيد فبدأوا يعني انا نفسي ان انا اقعد معي افتكرو فبدأوا ان هما يحكوا لعمر اللي حصل في حرب اكتوبر وبدأ حوار متبادل ما بين الاب والام والجده والاخ اختير للأسامي ده انت اللي اخترت للأسامي عظيمة يا مصر ده العنوان والجده اسمها عظيمة الرمزية اللي موجودة هنا دي انت اللي مختراها ولا كنت قاعدة بتتكلمي مع حد وبتفكري مع حد ماما بابا مدرستك وسازة رانية مش عارفة بقى عشان تقدري توصلي الفكرة دي هو طبيعي انا كتير كمساعدة والدي ووالدتي طبعا كان بان انا عادي جدا بقلف القصة مثلا ممكن يساعدوني مثلا في ما تساعدني في مثلا كتابة املاء ممكن انه حجي خرم توقيه طبعا ملايك الخطرة والخياة كله من دماغك انك تكتبي قصة حسيت انه يعني في تفاصيل كتيرة كده عايزة تكتبي عنها عن اهلنا في سينة عن اللي بيحصل هناك هو يمكن انا كتير بيبقى نفسي ان انا اكتب عن سينة بس انا مش راما محركتك في كلمة بس اللي بيحصل هناك عشان دي انا شعر التفاصيل الاجواء اللي حواليك ادي قبل كده مثلا مكانش بيبقى عندنا يعني علشان الناس تتحرك من العاصمة او من القاهرة لغاية ما بتوصل لشمال سينة كم بنا بناخد وقت طويل بنقف على اشارات كتير وانفاء وانفاء دلوقتي اعتقد بقى عندنا حاجات تساحل للحركة الحياة اختلفت او الحياة اختلفت جدا يعني انا ادي ناظرة برضو انا بشوفها كتير في عيون الناس لما يعني انا كنت بشاركة في المشروع البطنية اسئلتلي ايه ده ازاي من سينة ازاي طب انتوا مبتعش منك ازاي في حاجات هناك وكده هيا سينة مش صحرا خالص سينة محافظة زي امي محافظات مصر فيها كافتيريا فيها ملايه فيها مدارس فيها حياة كبيرة يعني يمكن ان احنا عندنا اكتر من منطقة مناطق معروفة كافيهات عايد جدا طب الروح لادهم بقى ادهم متعدد المواهب يا مني يعني اول ما قاعد معانا كنا عايزين يقدمه نقول الشعر ادهم الجمال قال لا انا بالشعر بس ده انا شعر والكينج التاني بغني وبكتب قصص كمان وماشاء الله كزا حاجة عايزين اتكلم بقى انت ازاي الحاجات التانية دي كلها الجوانب دي كلها ادهم بيحاول يطور نفسه فيها يطور نفسه فيها تمام انا عندي كشكول بعمل في وقتي بنظم وقتي هعد دلوقتي هذاكر هروح الدرس بتاعي هحفظ شعري هكتب الكتاب عشان اعمل كتاب تاني واستنى السنة الجاية وربنا يوفقني يعني بعمل خطة اه مثلا كاملت شعر او السنة دي هطلع كتاب تمام انا بحب اهدي الجايزة وكل اللي كرموني احب اهديها لولدتي لانها هي تعبت معي قوي واحب اهديها لبلدي مصر لان بلدي بلدي التاريخ وبلدي العظماء واحنا في بلد جميلة وان شاء الله بنجبر ببلدنا اكيد بتلاقي الوقت ازاي يعني مش بتنزل تلعب كرة مع صحابك مش بتمسك التليفول كده وتقعد تتفرج على نجوهات على تيكتاب انا عندي مركز تنمية الشبابية الجزيرة انا عاد ميلادي كان من اربع تيام كل سنة وانت طيب العمر كله يا رب بصحة بابا وماما قبولي سكيت وجابولي عجلة ان انا كلما اعمل حاجة حلوة يوضوني مركز تنمية الشبابية بالجزيرة اه العب هناك بالسكيت العب هناك بالعجلة كده يعني عندك كمان فكرة الحركة يعني بابا دم ده كله ضغطي 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 هينفع فرق ما بين ده يبقى بابا بيقولي انت كده مش هتحب الحاجة فلازم ان تفرع يعني مثلا انت عملت ده لا احنا لازم ان نكفق اكيدا وانت يومك 24 ساعة زينا ولا اليوم عندك مختلف نفس ال24 ساعة بتقالى نفس ال24 ساعة بس الحمد لله هذا من فضل ربي انا طفل لكني سبقت سني الحمد لله وعايز اكبر وابقى زي الكابتن محمد صلاح وانا بتعلم منه الخلق وبتعلم منه اللي هو انه هو وصل للعالمية وحقق حلم بلده وانا ان شاء الله هوصل للعالمية وحقق حلم امي وبلدي واسرتي عايزين نحايل الاب والام اللي عملوهم تحية كبيرة جدا على تشجعهم ودعموهم سواء لأدهم او رقية وعجبني فيك الاصرار ما شاء الله اصرار وثقة انت واثق من نفسك وكمال رقية وحقق من نفسها انه ان شاء الله المستقبل يبقى افضل واحسن رقية كلميني بقى كده مين بيساعدك مين بيشجعك انت قلت انه كان في فيديو من فترة قلت انا بحلم ان انا اكون في يوم الايام كاتبة وليبقى ليه كتب والكتب دي تتوزع مين اللي كان بيساعدك اكتر مين اللي بيشجعك وازاي شايف ان رقية ممكن تحقق الحلم ده اوكي انا من هنا بوجه طبعا فاضل كله لوالدي ومامتي بجد ربنا يحفظهم ليه بجد يخليهم دايما كده في اعلى المراتب من هنا بشكر ننا نادية وننا عبير وقلهم بوسة كبيرة جدا وانا بحبكم جدا لان دول من الناس اللي دعموني جدتي من ناحية بابايا ومامتي ودعمني او اول حاجة بشكر السيد وزير التعليم في محافظة شمال سيناء السيد حمزة مستر حمزة رضوان والسيد استاذ محمد عبدالله العلقمي رئيس المدارس التجربية ويحب اشكر المدير المدرسة مستر محمد مجدي ومستر محمد روتيل شكرا جدا على دعمكم وكذلك مع مستر حسن ومست مروة ومست هدير وياريت بشكر جدا الاستاذة سلام واستاذة رانيا واستاذة ايمان الشعراوي واستاذة امل وكمان اشكر كل معلميني اشكر كل معلميني واستاذ البسمة وكل اللي دعموني واشكر كل صحابي من هنا اللي دعموني واللي حالوا يشجعوني ان انا اكمل في مسارتي وان انا اطور من نفسي يعني انا بسوطك ادام وجودكم معانا والله يا ادهم والله يا رقايا انتو يعني حاجة تفرح انا بسوط ابيكم وبتلقائتكم بجملكم بشطريتكم نورتونا وشرفتونا وعملتونا فقرة حلوة ومختلفة ومتميزة النهاردة شكرا لوجودكم معانا مبروك عليكم مبروك رقايا عمر ومبروك على الوفاء في وفاء كده جميل جدا ما سبتش اسم واحد من كل الجراسة لا سبتش حد يعني شكرا ادهم الجمال رقايا عمر يعني في سنة كده انا اتمنى لاقي او اشوف كده ان شاء الله ولادي زيكم متفوقين وان شاء الله اضحقا وكل اللي انتو بتحلموا به نورتونا وشرفتونا اشتركوا في القناة